السلام عليكم انا احمد لجيب محمود في مجموعة الحلقات دي بعنوان ماذا تعرف عن الحاسوب هنعرف مع بعض كيف تم اختراع تلك الجهاز العظيم والحلقات دي هيكون مفيدة جدا للناس اللي حابة تدخل مجال ببرمجة او الشبكات او حابة حتى تعرف معلومات عما وبحيث نعرف اكثر لازم نجواب على اهم واول سؤال يعني ايه حاسوب او يعني ايه الحاسوب الالة حاولوا تفكروا في الاجابة شوية قبل ما اقول لكم الحاسوب الالي هو اي شيء مكون من هارد وير و سوفور وير اين كان وظفته ممكن يكون ساعة هاتف لابتوب او جهاز ياس ضخم وده هيوصلنا للسؤال التاني هو يعني ايه هارد وير ويعني ايه سوفور الهارد وير هو اي شيء من المكونات الحاسوب الالي ملموس زي الموز الكابورد الشاشة الهارد وخلافه اما السوفت وير هو اي شيء مش ملموس زي البرامج نظام التشغيل البراوزر كل الحاجات دي مش ملموسة ودلوقتي تعال نرجع بالزمن اللي ورا خالص ونشوف ازاي تم اختراع الحاسوب لاختراع الحاسوب خمس اجيال اخير هم الجيل اللي احنا بنستخدمه حاليا نقوله مكونات وانا ذكرتها من شوية ومعنى كلمة الجيل في الحاسب الالي اي ان كل الجيل لو طلق تعمل مختلفة بمعنى الميكانيزم المختلف في عملية التشغيل وعملية بناء الحاسب طيب تعالوا سريعا نقول ايه هم الخامس اجيال الجيل الصفري هو ما قبل عام 1942 الجيل الاول من 1942 ل 1954 الجيل التاني من اول عام 52 لعام 64 الجيل الثالث من 64 ل72 الجيل الرابع وهو من اول 72 لحد وقتنا هزم وكمان في بيقوله ان هناك الجيل خامس وسادس عشان الذكاء الاصطناعي والتفرج يبقى اللي حاضر في الفترة اللي باتت لكن الخامس وسادس هي كلها تطورات واضافات على الجيل الرابع وده لان الجيل الرابع هو جيل الميكرو براسسور اللي هو موجود في الحاسب اللي انت بتتفرج من علي بواسطته الآن عظيم جدا انما من اول الجيل الصفري الى الجيل الرابع كل الجيل اللي تطورت عن مختلفة تماما ومكونات مختلفة تماما عن الجيل اللي قبله لذلك تركزنا كله هيكون من اول الجيل الصفري الى الجيل الرابع وكل حلقة هنتكلم عن جيل معين ومن هم العلماء اللي طوروا بالصور والفيديوهات كده الحلقة خلصت واللي ذكرت كله في الحلقة موجود في الديسكريبشن اعملوا لايك لو استفدتوا ويستنين الحلقة الجاية وشكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة